استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء طائرة مساعدة إنسانية متنوعة من الإمارات لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وقال مصدر مسؤول بمطار العريش أنه تم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها إلى المخازن اللوجستية بالعريش تمهيدا لنقلها إلى ميناء رفح البري وإدخالها إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري ووكلة الأونرواع وأوضح المصدر أن إجمالية عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 567 طائرة تحمل مساعدات